المعروف عن المخرج العصامي كريستوفر نولن أنه يلعب بالزمن في الأفلام تاعه يريد مشاركتنا فرضياته عن رؤيته للزمن وكأنه يمنحنا لينات نظاراته لنشاهد بها خياله وهذه الذروة تاع إبداع المخرجين في فيلم مومنتو اللي خرج عام 2000 تاع كريستوفر نولن نلاحظه أنه البطل اللي فقد ذاكرته يعيش في الأحداث التي تسير في خطين زمنيين متعاكسين واحد للأمام والأخر للخلف بينما البطل مصاب بفقدان ذاكرة يمنعه من أنه يتذكر الأحداث وبهذا رح يعيش حياته في فقرات زمنية منفصلة وفي كل مرة لازم عليه الذكر الوضعية اللي رح عايشها والغاية تاعه وروحها بيروح من خلال وشوم دارها في جسمه من خلال صور تاعه